في لحظات تحتاج مننا إلى وقفات ومن أعظم هذه اللحظات اللحظة وكلهم آتيه يوم القيامة فرجاء وفي اللحظة دي بتعرف معنى الوحدة يوم يفر المرء من أخيه وأميه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه وفد من الصحابة ذهب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسأل أحد الصحابة الرسول وقال ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه الله دعوة فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها ومنهم من دعا بها على قومه فأهلكوا بها وإن الله تعالى أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة عرفت ليه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أحب من نفسك ومن ولدك ومن زوجك ومن أبيك وأمك شفاعة يعني إيه شفاعة؟ هي التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضرر الشفاعة أصل من أصول العقيدة لابد من الإيمان بوجودها هنلاقي أموم الناس تأثمه لثلاث فرق أول فريق أنقر الشفاعة مطلقا أو قصرها فقط على المؤمنين زي الخوارج والمعتزلة بيعتمدوا على آيات قرآنية معناها الظاهر إن ما فيه الشفاعة على الإطلاق زي الآية الكريمة اللي بيخاطب فيها الله عز وجل لبني إسرائيل قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون والفريق الثاني هم المسلمين المؤمنين إن الشفاعة نائلة كل موحد سواء كان مؤمن أو عاصي أو مرتكب للكبائر بإذن الله تعالى أما بقى الفريق الثالث فبيشمل الروافض والشيعة والصوفية قصروا الشفاعة على مريديها وأتبعيها فقط دون غيرهم ولأن الشفاعة مذكورة في الكرآن الكريم وفي صحيح السنة النبوية المطهرة فمن أنقرها فهو كافر بإجماع العلماء هو الشفاعة بس في الآخر ولا فيه شفاعة في الدنيا أكيد فيه شفاعة في الدنيا والشفاعة في الدنيا نعين شفاعة حسنة وشفاعة سيئة مثال على الشفاعة الحسنة التوسط بين متخاصمين سرقت امرأة مخزومية من كريش فقالوا من يكلم فيها الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حب رسول الله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله الشفاعة تكريم للشافع ورحمة بالمشفوع له ولها ثلاث شروط أول شرط الإذن للشافع قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وتاني شرط الرضا للشافع أن يشفع قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وآخر شرط الرضا عن المشفوع له قال تعالى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته كان الصحابة الكرام يطلبون من الرسول أن يشفع لهم طب إحنا بقى نعمل إيه هل يجوز أن احنا نطلب الشفاعة مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة من ميت حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم شرك أكبر قال الله تعالى كل الله الشفاعة جميعا وبكده ممكن تقول اللهم ارزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا تقول اشفع لنا يا محمد وأما في يوم القيامة لنا أن نطلب مباشرة من الرسول الشفاعة صلى الله عليه وسلم يشفع لنا يوم القيامة الرسل والأنبياء والصالحون والشهداء والعلماء والملائكة الشيخ الشعراج رحمة الله عليه يقول وإن كنت عصيا فأحسن للأنبياء والمؤمنين والصالحين فقد يشفعون لك يوم القيامة ده حتى وإحنا بنقى رسولة الفتحة بنقول إياك نعبده وإياك نستعين بنتمحك في الصالحين علشان ربنا يقبننا جميعا مع بعض عندنا شفاعة منفية لا تجوزي شفاعة من يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه غير الله والشفاعة للمشركين والكافرين والشفاعة دون إذن من الله ورضاه أما الشفاعة المثبتة فمنها نوعين شفاعة عامة وشفاعة خاصة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الشفاعة العامة بتكون لكل شافع ومن صورها رفع درجات المؤمنين في الجنة وشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها وشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها أما بقى الشفاعة الخاصة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة العظمى المقام المحمود اللي بنطلبه للرسول الكريم بعد كل أذان واضح جدا أن الشفاعة للموحدين يا غلات الروافد ليست الشفاعة كما علمكم معمموكم لن يمنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه من أمر الله بدخوله النار فيقول اذهب إلى الجنة فأنت من شيعتنا ولن يستطيع الحسين سيد شباب الجنة رضي الله عنه أرضاه أن يأخذ من سيئات الشيعة ويضح على ظهور النواصب كما تزعمون يا غلات المتصوفة ليست الشفاعة حكر على الولي ومريديه وليست الشفاعة حكر على أصحاب الطرق وأقطع بها نجي بقى الآخر وأهم نقطة كيف نحصل على الشفاعة يوم القيامة أول حاجة قراءة القرآن وتدبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة ونخص بالذكر الزهروين البقرة وآل عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان وهناك أيضا صورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له صورة الملك رقم اثنين الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وثالث حاجة في صلاة جنازتنا إن شاء الله لو حضر في صلاة جنازتنا أمة من المسلمين يبلغوا مئة يشفعون له إلا شفعوا فيه وربح حاجة بأيدينا بعد كل أذان ترديد هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إلا حلت له شفاعة الرسول يوم القيامة وخامس حاجة بقى يا بختك لو كان في شهيد من أهل بيتك يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته وثالث حاجة بأيدينا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وثالث حاجة بأيدينا وهي إنك تقطر من الصلاة على الرسول الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وهناك أيضا شفاعة خاصة بأهل المدينة المنورة الذين يموتون فيها اللهم ارزقنا في آخر حياتنا الموت بالمدينة والدفن بالبقيعة وهناك أيضا كثرة السجود قال الرسول صلى الله عليه وسلم لخادم ألك حاجة؟ فقال الخادم حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة فقال الرسول من دلك على هذا؟ فقال ربي فقال عيني بكثرة السجود وآخر سبب وهو سبب مهم جدا الصحبة الصلحة علشان كده لازم تختار وتتخير لنفسك ولأبنائك الصحبة الصلحة فهم يخرجون من النار كل من كان في قلبه مثقالة ضرة من خير جزاكم الله خيرا